طبعاً إحنا لما حصل هذا الموضوع عشان أطمن السادة المشاهديمة باش الموضوع يعني مفتوح ولم يتم قفله إحنا على طول إحنا مشرعين مادة بتقول إن أي مادة هتؤدي تأثير المواد المخدرة وعامل على إنها مادة مخدرة برحتك بقى أنت تقعد ده معناه إن فيه كهينات بره أعدى في معامل كيميائية أعدى جهزة للشعب المصري وشبابنا لأن إحنا نزبة الشباب عندنا 60% وده مكمن الخطورة أنا حبيت أضرب مثال سريع لأ ده أنا هقول لحضرتك حاجة على المثال دوت حضرتك طبعاً أكيد متابع بعض الاتهامات في بعض وكالات الأنباء من الصين لدول عظمة أخرى بأن فيروس كورونا ده فيروس مخلق ومقصود به الحرب الاقتصادية سواءً ده صحيح أو مش صحيح لكن هو بيأكد الوعي اللي حديتك بتقوله أنه لازم الدول تبقى جهزة لتجريم مثل هذه الخطوات علشان يبقى العالم كله عاف وكلمة الدول اللي حاجة بتقولها مش حكومات ومجلس نواب ورئيس دولة بس الشعب قبل ده لأنه برضو في نقطة تانية معاليش هزاعة أحترق بها والسادة المشاهدين بيزعجني قوي عدم لمة الأسرة المصرية زي زمان ودي لها ارتباط بالكلام اللي هنقوله لأن احنا ولدنا لما بيستقطبوا للفكر الإرهابي والفكر التطرفي ده بباشي جاي من فراغ جاي من تقصير في دور الأسرة مع ولادهم النهاردة عاوز أشوف الأسرة المصرية تانية ويقعد على طربيزة واحدة بتتغدى مع بعضيها اللي أب بيسمع ولاده زي ما احنا تربينا يا هبه ورسلت لكل أم بقى بتسمعني ويمكن كلامي زعلها شوي هل حضرتك قادرة تربي ولادك وبناتك زي ما انت تربيتي الموضوع فعلا فيه استهداف خير عادي ثقافيا اجتماعيا بيدرب البنية الاجتماعية بتاعتك فلازم إن احنا نكون يعني فيقين على سبيل المثال برضو لما نيجي بص إحنا الجيل بتاعنا هبه أعتقد إن احنا جيل واحد يمكن نتذكر في الإزاعة الساعة عشر العشر قبلة فضيلة لما كانت بيتيجي فيه برنامج العام وتدينا القيم والتربية والأخلاق الأجيال طلعت عليها النهاردة استبتلت بأسماء تانية أنا مش عاوز أخوط في ذكر برامج معينة لا لكن المواد نفسها بتحض على العنف وبتحض على الجريمة والمسلسلات الكارتون ده نعاوز أربط ما بين فضيلة واسم تاني برضو متداول في السوق وبيدخل كل بيوتنا خطبها وشبهها كده وشبهها برضو نفسها طبعا لا لا شبه نهائي ما بين ما كانت يقدم وما يقدم الآن